نفذت الهيئة الإدارية لنقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدهم بجامعة حضر موت إضراباً شاملاً عن التدريس في جميع كليات الجامعة تنديداً بتدهور الوضع المعيشي والاقتصدي وقال رئيس النقابة في تصريح القناة المهرية إن الإضراب نفذ اليوم بشكل كلي حتى تنفيذ مطالبهم المذكورة في البيان النقابي أهمها وضع حلول ومعالجات للأزمة المعيشية وقف رفع أسعار المشتقات النفطية بسم الله الرحمن الرحيم أصدرت النقابة أعضاء هيئة التدريس ومساعدين بجامعة حضر موت البيان رقم أربعة والذي شمل عدد من النقاط استشعار بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية في حضر موت وما يعانيه الشعب من غلاء فاحش في الأسعار وبالإضافة إلى تخلي كل الأطر اللي موجودة في المحافظة عن القيام بمسؤوليتها الوطنية اتجاه شعبهم اللي موجود هنا بحتى أصدرنا البيان احتوى على ست نقاط في حدود ست نقاط من ضمن النقاط اللي احتوى على إيقاف الدراسة وقف فوري بداية من تاريخ واحد وثلاثين